حذر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من وجود بسطات في مختلف أنحاء المملكة تبيع المنشطات والمواد المخدرة مؤكدا في الوقت ذاته خلو الأسواق الأردنية من لحوم الحمير خلافا لإشاعات تم تداولها حول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشار إلى أن المواطن الأردني ينفق 38% من دخله على الغذاء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم وأعلن فيه عن انطلاق أعمال المؤتمر الأول للدواء في عمان يبدو أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدأت تلتفت نحو أفق جديدة في سماء الغذاء والدواء فها هي تعلن عن انطلاق أعمال المؤتمر الدواء الأول في عمان وهو الأول من نوعه في الوطن العربي بحضور ممثلين عن جهات رقابية رسمية من 27 دولة لبحث ثلاثة محاور وهي استقرار التشريعات ودورها في جذب الاستثمار والتصنيع الجيد للدواء والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي تواج دور المؤسسة في التحضير للمؤتمر الأول للدواء والذي يعقد في عمان في 27 عشرة الحالي يوم الخميس القادم هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة بل في المنطقة العربية يعني احنا ندعى لمؤتمرات لكن ما عمره كنا ندعى لحجم هذا المؤتمر مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء دكتور هيل عبيدات بيّن أن 11% من صادرات الأردن هي أدوية مصنعة محليا وتقدر قيمتها بنحو 700 مليون دينار سنويا وأضاف بأنه يوجد في المملكة 22 مصنع دواء و 280 مستودع لتخزينه وأكد عبيدات أن نسبة الأدوية المهربة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص شكلت 1% احنا عملنا فحوصات بالنسبة للدين إيب مع مؤسسات أخرى وثبت خلو المنتجات اللي في السوق الأردني سواء كانت محلية أو مستوردة من لحم الحمير عبيدات نوها خلال المؤتمر الصحفي إلى أن نسبة الغذاء المستورد المخالف أقل من 1% وخلو الأسواق الأردنية من لحم الحمير كان آخر ما صرح به عبيدات خلال المؤتمر وكشف أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة حمز الشعب کے رؤيا